في يوم الايام ولما كان ربنا يسوع مسافر وهو في الطريق عتش اوي فقعد جنب بير مية في نص النهار وكان عطشان جدا وجعان اوي وكان تلاميذه راحوا يشتروا اكل من المدينة فقعد يسوع جنب البير عشان يستريح شوية لحد ما تلاميذه يرجع ويسوع ما كانش معها حاجة عشان يجيب بيها مية من البير وكان مستنى اي حد يجي يبلى المية ويديله يشرب وقعد شوية جات واحدة ومعها جرة عشان تملى مية من البير ولما شافها ربنا يسوع عارف انها سامرية يعني من بلد اسمها السامرة ويسوع كان عارف ان اهل السامرة ما بيحبوش اليهود واليهود هما كمان ما بيحبوش اهل السامرة ومع ان ربنا يسوع كان من اليهود لكنه كان بيحب اهل السامرة ومش بس اهل السامرة لكن كل العالم وعشان هي كانت سامرية فربنا كان عارف انها مش هتتكلم معاها وعشان كده هو اللي كلمها وقال لها ممكن تديني اشرب فاتفاجت السامرية وقالت له انت ازاي بتكلمني وانت يهودي وانا سامرية فدحك يسوع وقال لها انا عارف وبدأ يتكلم هو معها قعدت السامرية تسمع لكلام ربنا باهتمام كبير قوي لدرجة انها نسيت تديله ويشرب وكان يسوع عارف انها بتعمل حاجات غلط عشان كده الناس ما كانوش بيحبوها لكن ربنا يسوع بيحب كل الناس فمع انه كان تعبان جدا وعطشان قوي كان مهم عنده انه يساعدها اكتر من انه هو يشرب ويستريح عشان كده قعد يكلمها عن ربنا وازاي ان ربنا بيحبها وبيحب الناس كلها ولما كانوا بيتكلموا قالت السامرية لربنا يسوع انها عارفة ان الله وعد انه هيبعث المخلص اللي هيساعد الناس ان هم يعرفوا ربنا الحقيق ففاجئها يسوع وقال لها انا هو المخلص اللي انت سمعت عنه ولما السامرية سمعت الكلام ده فرحت قوي قوي عشان المخلص اللي هي كانت مستنيها وقال صاحبها وهو اللي قاعد بيكلمها ورمت الجرة اللي كانت معها ورجت على المدينة بتاعتها علشان تعرف الناس كلها على يسوع وبعد شواء صغيرين راحت الناس كلها عند البير عشان يشوفوا يسوع ويسمعوا كلامه الحل وطلبوا منه ان هو يستنى معاهم يوم او يومين وده زي كلنا نعرف ان ربنا بيحب كل الناس ويفرقش معاه شكلهم او لبسهم او بلدهم وعشان الناس كلها متدرسي تعيش من غير ربنا احنا ممكن نساعدهم بلنا نعرفهم يسوع وحبه للعالم كله اشتركوا في القناة